نادي الزمالك بيبحث عن ودية يوم الثلاثة اللي جاي بكرة بإذن الله نادي الزمالك هاخد لقاء ودي مع بيترو جيت استعدادا للقاء الإسماعيلي في الجولة الثلاثين من الدورة المصري يومتاز يوم الثنين إبريل يوم الثنين إبريل كمان نادي الزمالك أو دارة فنية نادي الزمالك كابتن إيهاب جلال عايز يلعب لقاء آخر غير لقاء بيترو جيت عشان يستعد بشكل قوي أو بالنسبة لقاءه مع نادي الإسماعيلي زي ما أنا قلت لحضراتكم لقاء مهم جدا لقاء بست نقاط المنافس الأول لنادي الزمالك على المركز الثاني هو نادي الإسماعيلي فرق بينهم نقطتين لو نادي الزمالك كسب يضيف ثلاث نقاط لرصيده ويخصم من رصيد الإسماعيلي ثلاث نقاط فبالتالي يتقدم هو يبقى في المركز الثاني وطبعا مركز مهم جدا سواء للزمالك أو بالنسبة للإسماعيلي اللي لو كسب يؤكد تفوقه على الزمالك بعد لقاء الدور الأول وكمان بيبعد في فرق النقاط من نقطتين يبقى خمس نقاط وبالتالي يبقى مهمته وبقت أكثر سهولة بالانفراط بالمركز الثاني هيبقى لقاء جيد ولقاء مهم جدا الفرقتين عايزين يكونوا موجودين في أفرق السنة اللي جاية فأعتقد هنشوف لقاء جيد جدا الزمالك بيستعد بكل قوة الإسماعيلي بيستعد أيضا بكل قوة فأعتقد هنشوف لقاء قمة ما بين الزمالك وبين الإسماعيلي في يوم 2 إبريل لقاء الجولة 30 من الدور المصر المتازة يكون لقاء أعتقد جديد بالمشاهد